هناك من يقول بأن صمت الإطار لربما لا أو التيار عفوا لا يعتبر صمت كما هو معهول ولكنه سكوت وأنت تعلم هناك فرق بين الصمت وبين السكوت السكوت بأنه راضي عما يحدث أنت بماذا تعاقب سيد ياسين؟ لا التيار في حالة انذار التيار الصدري السيد الصدري عقد عدة اجتماع خلال الأسبوع الجاري والسابق هو للمعلومات يعني شكل إدارات أو غرف عمليات في بغداد وفي بقية المناطق التيار مستعد للنزول للشارع في أي وقت وإذا ما أراد حتى لو أراد اليوم تعطيل جلسة مجلس النواب لا استطاع التيار من خلال تجارب لا أن يعطل الجلسة سواء اليوم وسيعطل العملية السياسية في أي وقت يريد السيد الصدري لا يزال يحتفظ بقوة الشارع بالضغط الشارع ولا يزال يحتفظ بإدارة جيدة كما قد للعمليات لذا فإن سيد غير راضي سيد الصدري لكن يمكن أن يكون هناك صمت وليس سكوت وليس رضا لكن الصمت كم سيطول؟ أنا أتصور أنه سينتظر مرحلة انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم الحكومة وتعهدات الإطار التنسيقي أنا أكد أن هناك تعهدات دقيقة ومكتوبة للسيد الصدر من قبل قيادات الإطار التنسيقي كما قلت الفترة الأخيرة شهدة اتصالات دقيقة واتصالات جيدة بين السيد أحمد الأسدي والسيد حسن العذاري كمثل للسيد الصدر لذا فإن جلسة اليوم لم تمرر إلا بصمت أو بترقب من السيد الصدر والتيار الصدري والأيام القليلة القادمة أو الأيام المقبلة ستكشف لنا كل هذه الأمور